دون أي تطور يفضي إلى حل سياسي تسير الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نحو اتجاه معاكس يزيد حدة التوتر بين الجانبين إذ نددت أوكرانيا بالانتخابات التي قالت إنها سورية تنظمها روسيا في أراد أوكرانية ضمتها إلى سيادة موسكو وهي دونتسك ولوغانسك وزبروجيا وخيرسون وأكدت كييف أن هذه الانتخابات باطلة وتفتقر للأسس القانونية وشددت أوكرانيا على أن الانتخابات في أراضيها تنتهك بشكل صارخ سيادة البلاد ووحدتها وتخالف القانون الدولي داعية شركاءها الدوليين إلى التنديد بالتصويت وعدم الاعتراف بالنتائج في ذات الإطار وبينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الانتخابات بالسورية وغير القانونية نددت السفارة الروسية في واشنطن بما قالت أنه تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية لروسيا بحسب وصف موسكو التوتر السياسي يأتي في وقت تتصاعد فيه أيضا وطيرة العمليات العسكرية بين الجانبين حيث أعلنت الداخلية الأوكرانية مقتل شخص وإصابة ستين آخرين في قصف صاروخي روسي على مركز شرطة مدينة كريفيري الواقع جنوبي البلاد على الجانب الآخر أعلن جهاز الأمن للتحدي الروسي إحباط هجوم على منشئة لسكك الحددية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا منذ عام 2014 موسيقى